يعاني مجلس القيادة الرئاسي من خلافات يبدو أنها وصلت إلى مستوى يهدد مستقبله بعد أن تعطلت أعماله واستأثر بقراره المجلس الانتقالي غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليم عدن بينما كانت قوات الانتقالي تخوض عمليات عسكرية خارج إطار توافق المجلس الرئاسي وعاد من الإمارات إلى السعودية ليستقر فيها حتى الآن فيما يعده مراقبون انتظارا لدور سعودي يعيد توجيه قوات المجلس الانتقالي للعمل ضمن غرفة عمليات موحدة خلال المدة الماضية لم يلتق العليم بأي من المسؤولين السعوديين رغم طول بقائه في المملكة لكنه التقى بالسفير الأمريكي لدى اليمن بعد أيام من نصوله والتقى يوم أمس بسفراء دول الاتحاد الأوروبي الذين أصدروا بيانا أكدوا فيه أهمية وحدة مجلس القيادة الرئاسي سفراء دول الاتحاد الأوروبي بدوا خلال المدة الماضية أكثر نشاطا من الدبلوماسية الخاصة بدولتي التحالف السعودي الإماراتي حيث التقى السفير البريطاني قبل أيام بقيادة حزب الإصلاح كما التقى يوم أمس عبد الرزاق الهجري القائم بأعمال الأمين العام للإصلاح برئيس بئة الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا موقع الصحوانت قال إن الهجري في لقائه برئيس بئة الاتحاد الأوروبي أشار إلى أن الإصلاح يشدد على أهمية التوافق والشراكة في إدارة المرحلة وعدم استهداف مؤسسات الدولة كونها الركيزة الأساسية في استعادة الدولة وعاصمتها المختطفة كما تطرق اللقاء إلى الأحداث التي شهدتها محافظتا شبوى وأبيا الشهر الماضي وضرورة معالجة آثارها السلبية على التلاحم الوطني ترجمة نانسي قنقر